مرحبا اليوم حبيت اتكلم عن ماركة فرنسية اعتقد انها كانت موجودة من 2006 صار لها 14 سنة بالسوق نزلوا عدد من العطور ومجموعة لين وايد حلو يعني الباكج حق العطور وايد مميز واغلبه رجالي ينفع الرجال العطور مميزة العطور اذا فيها لاذر وايد حلو اذا فيها عمبر وايد حلو اذا يعني فهموني ان انا العادة في عطور تكون شوية منفرة من العطور اللي فيها اللاذر اللاذر وايد قوي وفي عطور فيها عمبر غير مستساق صراحة بس هنا ماركة عطور ايتاد دو اورنج جدا جميلة اغلبها مثل ما قلت عطور للرجال فخذيت عطر ماركيز دوسات العطر بغيتها يعني هدية لخوي العطر لاذري عمبري فيه شوية ورد ممبين بس يعني فيه كسرة بسيطة بس يطغي عليه اللاذر اللاذر الحلو اللاذر فيه مكس غريب مع العمبر صار الريحة جدا جميلة وغريبة اللي يبي عطور غريبة يروح لعطور ايتاد دو اورنج عطور جدا جميلة ومميزة انا للامانة معني خبيرة مثل ما قلت لكم بالنوتات انا على حسب العطر العطر اللي حصله جميل اخذه واتكلم عنه بملخص يعني ما ما اتكلم عنه وايد لانه للامانة انا ما ليشغل بالنوتات حزات فيه عطور لاذر انا العادة ترى اللاذر مذاك الزود معه والعمبر كلش ما احبه ما داني لكن في عطور يقولون ان فيها عمبر جدا فخمة فانا مثل ما قلت انا ما تهمني النوتات انا يهمني العطر نفسه اعرضها على حسب الناس الناس اذوقي يروحون ويشوفون انا مجرد اقول عن بعض العطور اللي تكون مميزة بهاللاين ف ايبا وتكلم عنه حزات الفيديوهات قصيرة لاني انا القصد اني اعرض العطر لكم وتشوفونه وتجربونه انا مو معقولة يعني ما اعتقد انه ايب عطر واقول لكم هذا حلو وشذي سيدة تروحون تشترونه لا الانسان يروح ويجرب ويشم الادواق مختلفة ف مجرد تشوفون وتشمون العطر مثلا اللي اقول لكم عنه سبحان الله عجبكم ما عجبكم كل واحد واختيارة ف في عطور فيها يعني شاء الله تكون المكونات تكون يعني تصرخ بالوي من قوتها هالعطر هالعطر لذري مثل ما اقلت لكم فيه عنبر هذا اللي حسيته اكثر من شديد لا العطر غريب وجميل مميز للشباب للرجال حتى صورته حتى الباكج الباكج وايد حلو وهذا كرتونة خذيته من محل كوف اللي موجود بالأفنيوز تبع بيضون كان العطر ب63 الحين مسوين علي خصم خذيته ب32 يعني نص نص قيمته اتمنى تروحون وتشوفون اذا الليين العطور كامل الليين تجرب منع شكرا